اشتركوا في القناة سبيلهم لتحقيق الانتصار في الرباط والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل باش تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس زياشي وضيح على المغرب أن يميز بين رفضي للعب تحت قيادة خليل زيت وبين حبيل وطنية تناقل التقارير إعلامي أمس السبت مقتطفا من حوار صحفي أجراه أحد المنابر الإعلامي الإنجليزية مع اللاعب الدولة المغربية وجنح تشيلس الإنجليزي حكيم زياش حيث تم التطرق خلاله للعديد من القضايا الشخصية والرياضية التي تخص اللاعب ومنها رفض حمل قميس الأصود مجددا وفي هذا الصدد أعرب حكيم عن السيائه من طريقة فهم شريحة من الجمهور المغربية لرفضه دعوة خليل زيت واعتبارها دليلا على عدم وطنيتها حيث إن المنتخب المغربي لا يعتمد على لاعب أو اسم واحد بل على مجموعة متجانسة منسجمة الكل فيها يعطي أقصى ما يستطيع وأضف اللاعب المتير للجدل أتمنى من الجماهير المغربية عدم الخلط بين رفضي للعب تحت إماراتي وحيد خليل زيتش وبين حبي لبلدي فقراري برفض الدعوة هو أمر شخصي أتمنى أن يتم احترامه وتجدر الإشارة إلى أن الجماهير المغربية كانت تماني النفس بصلح قريب بين المدرب وحكيم على شكلة ما حدث مع المزروي خصوصا أن المنتخب المغربي مقبل على مبارية حارقة في موندي القطار ويحتاج فيها لكل نجومه عاجل مصيبة تقع داخل المنتخب المغربي في مركز محمد السادس وهذه التفاصيل سجل المنتخب المغربي ثلاث حالات مصابة بفيروس كورونا بعد الفحوصات الطبية التي خدعوا لها بمركز محمد السادس لكرة القدم حيث أظهرت الفحوصات إصابة كل من محمد النهير الرضا الجعدي وأيوب العملود بفيروس كورونا مما دفعت دقم الطبي إلى عزلهم عن باقي اللاعبين تفاديا لانتشار الفيروس بين جميع المنتخبات الوطنية التي تعسكر هناك حيث يسد تخوف داخل المنتخب الأول من إصابة اللاعبين بالعدوى قبل أيام قليلة من مواجهة منتخب جنوب إفريقيا يوم الخميس القادم لحساب الجولة الأولى من تصفية كأس أمم إفريقيا مع الإشارة أيضا إلى أن بعض اللاعبات المنتخب النسوي لأقل من 17 عاما أصبنا بعدوى كورونا مما غيبهن عن مباراة المنتخب الغاني برسم تصفية كأس العالم نجم جنوب إفريقيا يعترف بصعوبة مواجهات المغرب ويحدد سبيلهم لتحقيق الانتصار في الرباط أكد لاعب منتخب جنوب إفريقيا لللاكاي على صعوبة مواجهات المغرب يوم الخميس القادم برسم الجولة الأولى من التصفية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023 مشيرا أن الطموح يعترهم للعودة من الرباط بنتيجة إيجابية وتحدث اللاعب في تصريح لموقع إيوائيلا الجنوب إفريقيا تحدث عن مواجهات المنتخب المغربي مؤكدا أنه خصم قوي ويصعب التغلب عليها بالنظر لللاعبين البارزين الذين يتوفر عليهم وقال مدافع مميلودي ساندونز مواجهة المغرب بمثابة اختبار كبير لنا سنلعب ضد منتخب غالبية لاعبه محترفون في أوروبا ونحن مستعدون لهذه المهمة وتابع إذا التزمنا بخطة المدرب وكنا أكثر اندباطا سيكون بمقدور العودة بنتيجة إيجابية وسيستقبل المنتخب المغربي الخميس القادم نظره جنوب إفريقيا على أرضية مركب الأمير مولاي عبدالله بالرباط انطلاقا من الساعة الثامنة مساء في مباراة ستحسم بشكل كبير في مصاري الناخب الوطني وحيد خلال زيتش مع المنتخب الجماهير المغربية تدعو لمقاطعة مباراة الأسود وجنوب إفريقيا أعلنت مجموعة من الجماهير المغربية عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعية نيتها في مقاطعة مباراة المنتخب الوطني المغربي أمام ناظره الجنوب إفريقيا وعزت الجماهير عدم حضورها لمباراة المنتخب المغربي خلال الجولة الأولى من التصفية المؤهلة لكأس إفريقيا إلى عدم رضاها عن المستوى الذي قدمه الأسود أمام المنتخب الأمريكي وتود الجماهير المتتبعة للمستدير أن تمرر عبر مقاطعتها للمباراة رسالة مفادها عدم رغبتها في استمرار الناخب الوطني وحيد خلال زيتش في مهمة قيادة أسود الأطلس وأجمع الفيسبوكيون على أن استمرار المدريب البوسني على رأس التقم التقني لمنتخب المغرب أصبح مضيعة للوقت ولا يرجى منه خير هو أن الهزيمة الكاريتية التي تعرضها الفريق الوطني أمام منتخب الولايات المتحدة الأمريكية أفقدت كل آمال الجماهير المغربية في مشاهدة منتخبها بالشكل الذي تريده مونديال الأندية يقرب النصير من توقيع خمسة عقود جديدة في الوداد يراهن سعد النصير رئيس الوداد الرياضي على تتوجي فريقه بلقب دور أبطال أفريقيا لكرة القدم من أجل تجديد عقود خمسة من أبرز لاعبيها لمواصلة الدفاع عن قمس الفريق الأحمر خلال الموسم المقبل وكشف موقع لدخوة سنسو سنسبور أن تتوجي الوداد الرياضي بلقب دور أبطال أفريقيا وضمان مشاركته في كأس العالم للأندي المقبل سيسهل مفاوضته مع بعض اللاعبين الذين ستنتهي عقودهم تم الموسم الكرة والجارية وكذا المصدر الدات أن ستة لاعبين في الوداد ستنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالية ويتعلق الأمر بكل من الكونغولي جايم بينزا والإفواري الشيخ إبراهيم كومارا وأيوب العملود ويحيى جبران وأيمن الحسونية وأشار المصدر الدات إلى أن الوداد قرر الاحتفاظ بخمسة لاعبين وتجديد عقود كل من الإفواري الشيخ إبراهيم كومارا وأيوب العملود ويحيى جبران وأيمن الحسوني والكونغولي جايم بينزا يذكر أن الوداد الرياضي توجه بالقبل دور أبطال أفريقي عقب فوزه بهدفين دون رد على الأهل المصرية بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء وضفر باللقب القرية الثالث بعد تتوجهه باللقب الأفريقي عامي 1922 و2017 المنتخب الوطني النسوي أول منتخب عربي يتأهل إلى المونديال أصبح المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 عاماً أول منتخب عربي يتأهل إلى كأس العالم بنظام التصفيات وجاءت أهل المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة على حساب منتخب غانا بالضربات الترجحية بأربع لإثنين بعد نتيجة التعادل بين الطرفين منتخب غانا انتصر بهدفين نظيفين في مباراة الدهب ونفس النتيجة حققها لمنتخب الوطني في مباراة الإياب التي أجريت على أرضية ملعب مولاي الحسن بمدينة درباط وكانت من توقيع كل من فاطمة الغزوان والسامية مسناوية اشتركوا في القناة